السلام عليكم شبيب زينان. ان شاء الله كامل تكونوا بخير. ان شاء الله كامل تكونوا على خير. ما نطولش عليكم في هذا الفيديو. وحبيت نعلمكم باللي ضلعت اصدار جديد من تطبيق خاص بي. اللي هو تطبيق G2020 خاص بالمادة الهندسة الكهربائية. اه لي حبي يحمل هذا التطبيق يروح صندوق الوصف يلقى رابط التنزيل ينزلوا ويثبتوا ان شاء الله وما يليحتى اشكالية. اه في هذا الاصدار جدتكم ايقونا دوراتي. في هاتف ايقونات انتم واشتدقتوا على دورات المجانية. وهذه الدور ستساعدكم بزا بزا بزا. كنت تضغطوا على دورات المجانية. ستلقاوا موضوع الاول وموضوع الثاني. والاهم حاجة اهم حاجة هو الموضوع الشامل اللي في مئة ربعة ربعين سؤال. كنت تضغطوا على موضوع الشامل ستلقاوا اثناش جزء حد الان نخدم جزء الاول جزء الثاني. ان شاء الله قبل باكالورين كما كل الزء باذن الله. اه كنت تضغط على الجزء الاول كينا حاجة جديدة مبيزة ومبتكرة. واش معنتها? وانت تتفرج الفيديو عندك ايقونات ي يسار الشاشة. مثلا تتفرج الفيديو وما فهمتش توليد اشارة الساعة باستخدام باوبة سياموس. هتخرج لك الملاحظة. هنقول لك بصوت تعي. اذا ما فهمتش لسياموس. اضغط على رقم ثلاثة. واش تدير? تروح تضغط على رقم ثلاثة. تطبيق مباشرة يدك الى توليد اشارة الساعة باستخدام سياموس. بعدها كيتفرج الفيديو. وتفهم كل شي. واش تدير? الضغط اضغط على القائمة الرئيسية. ترجع الى الفيديو. مثلا حاب زي تشوف حاجة واحد ا اضغط على رقم سبعة. كما رقم سبعة واش هي توليد اشارة الساعة باستخدام او سينك سينك. كيتكمل اضغط على صفحة رئيسية. وكيتكمل اضغط على الجزء الثاني. هتلقوا بنفس الطريقة في ايقونة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. هذي واش هي. كما تفهمش حاجة تضغط عليها. روح بتفهمها بالتفصيل. بعدها كيتكملوا فيديوهات هذو كامل. واش تضغطوا على رئيسية. بتروحوا القائمة الرئيسية. اللي مولفين نشوفها من قبل. ولي عندهم مش شكل فهندسة كاربائية. واش يضغطوا على الدروس. السريعة حيقوا فيها كل الدروس ان شاء الله. وهنا جمعا زينا وصلنا لنهاية الفيديو. واش رح نقول لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.